تبيعي التلفزيوني اليوم السابع في كل مكان مساء الخير وأهلا بحضراتكم النهارة كان موعد امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية وترددت معلومات أو اتكتب على مواقع السوشيال ميديا أنه تم تسريب امتحان مادة العلوم قبل بدء الامتحان لكن أكدت مصادر مسؤولة بمدرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة أنه لا صحة لتسريب أسئلة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية قبل بدء لجنة الامتحانات وقالت المصادر أن اللي حصل هي محاولات غش إلكتروني بعد بدء الامتحان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقالت مدرية التعليم القاهرة أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا امتحان الفصد الدراسي الثاني الدور الأول امتحان مادة العلوم باللغة العربية وباللغات من الساعة التسعة صباحا وحتى الحديعة وتواصلت غرفة عمليات المدرية مع الإدارات التعليمية للاطمئنان والاستعلام عن مدى سهولة الامتحان أو صعوبته وأفادت جميع التقارير أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ولم تتلقى غرفة العمليات أي شكاوى حتى الآن ومن تحليل اللجنة الفنية للورقة الامتحانية أكدت أنها واضحة ومنصقة الطباعة وجيدة أما صياغة الأسئلة وتدرجها فهي مباشرة لغمودة فيها ومتدرجة كما تراعي الفروق الفردية ومطابقة للمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات وتشمل جميع المستويات المعرفية فيما أكدت المصادر أن الأسئلة جاءت متنوعها ما بين المقالي والموضوعي شامل جميع أجزاء المنهج ومناسبة للوقت مع وجود وقت للمراجعة وبدأ طلاب الشهادة الاعتذية بمحافظة القاهرة صباح اليوم أداء امتحان العلوم فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمكافحة الغش وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا وأيضا منع دخول التليفونات المحمولة باللجانة ومعاقبة أي طالب يقل بأعمال الاختبارات ويؤدي حوالي 194.334 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع في 781 لجنة كما يؤدي 13 طالبا الامتحان باللجنة مستشفى 57-53 مدير مديرية التعليم بالقاهرة محمد عطية وجه بالالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وضبط النفس واحتواء المواقف وعدم منع أي طالب من أداء الامتحانات كما شدد على منع ومكافحة الغش وتطبيق القانون بما نشد أولياء الأمور بعدم تصديق الشائعات وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجانة الامتحانية حتى لا يؤثر على الطلاب ويشاع التوتر والارتباك على الجانب الآخر أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه تم تصحيح العينة العشوائية لمادة الهندسة التي أنهى طلبت الشهادة الإعدادية امتحانها أمس حيث كانت النسبة الإجمالية للنجاح 85% وأشارت غرفة العمليات إلى أن الإدارات التعليمية الـ 33 على مستوى القاهرة قد سجلت نسبة تصحيح العينة العشوائية ما بين 82% إلى 96% وهي نسبة النجاح مؤكدة أنه لم ترد إليهم أي شكاوى وطلب مدير المدرية بالتأكد وسرعة الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية ليطمئن بنفسه على نسبة ومستوى أداء الطلبة وردا على ما تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي رصدتها غرفة العمليات أما عن نتيجة الشهادة الإعدادية فمحافظة الجيزة قالت أنه من المقرر أن يتم الإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة الأسبوع المقبل مؤكدة أن نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة شهدت ارتفاع كبير في نسب النجاح وأنها حاليا في طور المراجعة متبعينا الكرام في كل مكان بالكده نكون خلصنا تعطياتنا للشهادة الاعتدالية نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة وأن أولياء الأمور يطمئنوا بشكل كبير على أداء سير العمليات وعمليات الانتحانات ونتمنى كل النجاح وتوفيق وتكون النتيجة إن شاء الله مرضية للطلبة والأولياء الأمور متابعينا في كل مكان خليكم معنا وتابعونا من داخل صالة تحرير اليوم السابع هنتبع مع حضراتكم تغطيات لأهم وأبرز الأحداث داخل وخارج مصر كان معكم علي كاشوتي